بسم الله يدرا هنشوف ازاي نرسم كيرف هنبدأ بشغل قديد File New واختار التمبريت اللي انا عايزه وليكم تعمل بالمليمتر اجي هنا عايز ارسم كيرف ممكن تختار من الادوات ديت تمام بس هازين نبدأ نشتغل على الادوات اللي فوق فقوله هنا انا عايز كيرف كيرف دروينج بالشكل دوت ممكن تقوله انا عايز كيرف دروينج هولو دي اللي بدعت دروينج ودي اللي هي الادوات المساعدة خلينا نسخل هنا في الكيرف دروينج هولو مثلا نعايز ارسم دي الكنترول بوينت كيرف تبدأ ترسم الكيرف بتاعك بشكل دوت ترسم الكيرف بحيس انه هو ما بيعديش على النقط النقط دي بس بتساعد في رسم الكيرف تمام بزاق في برامة كتيرة جدا مشغل بالطلالة واخر ما تتخلص بتروح ده يسرق كيرف يروح خارج من الامر اما تجد تعمل select بتلاقي النقط بره وتقدر تسحب وتتحرك بالشكل دوت اللي بعد كده هقوله انا عايز ارسم كيرف بس هيعدي بالنقط اللي انت شغال عليها تمام خلي بقى وبيعمل تجازب مع الشكل دوت تمام ممكن تقفل التجازب ده ما انت عايز هتلاقي انه ملوش علاقة بالشكل بتخلص دوسرق اللي انا خرقت من الامر بعد كده هتلاقي عندك مثلا handle curve بالشكل دوت بيبقى نعم وفي واحد بقى free sketch تبدأ ترسم براحتك وبعد ما انتخلص الشكل اللي دوت او ايضا يحاول يخليه واخد نعمة يعني استباق واسي ممكن تدعم اختارات مثلا close تقدر تقفل الشكل اللي خلاله دي طرق كتيرة ترسم بيها curve ممكن ترسم مثلا pull line فهنا تقدر تختار من arc للخط بالشكل دوت ممكن ترسم دايرة نعمة انواع كتيرة من دايرة تقدر ترسم post تقدر ترسم rectangle باكتر من الطريقة collision تقدر ترسم square كل الحاجات تقدر ترسم بيها وهتلاقي هنا اوامر تعديل مثلا move نعم كتابة select مثلا move هتلاقي هنا اوامر تعديل mirror copy rotate scale كل الحاجات تقدر تستخدمها حيث ان انت تتعدل فيه الشكل اللي انت عايزه هتلاقي برضو في curve tool بعض الادوات مثلا ان عايز تعمل تشنفر للشكل بتاعك عايز تعمل connect عايز تعمل كده فتبدأ تكمل الشكل لحد ما تحب دي من دا من الاوامر هتلاقي ليها كذا حاجة ممكن تعمل تمدي مثلا لحد خط معين تقدر توصل بحاجة معينة وهي اوامر تعديل لذيذة بحيث ان انت تزهل عليك الشغل بتاعك وانت شغير close open curve مثلا انت حد اي شكل تقول له close فهو يروح فيلك الشكل اللي انت عايزه بيوصل بين اول نقطة واخر نقطة